أهلا بكم مشاهدين وكلام معقول المرجعية الدينية توجه لكمة قوية للخاسرين من خلال نفيها الدخول بأي خلاف سياسي وفي قضية تشكيل الحكومة واختيارها في حين يبدو أن الاعتراض على نتائج الانتخابات بدأ يصل إلى نهايته خاصة مع تطابق نتائج العد اليدوي للمحطات المطعون بها مع الإلكتروني بحسب ما بيانته المفوضية مؤخرا لكن استقبال طعون جديد من قبل المفوضية ستكون مشروطة بتقديم أدلة للمعترضين أمام أخبار أو أما أخبار المعترضين أمام الخضراء فتشير الأنباء إلى أنه وصل إلى نهايته أيضا حيث وصف البعض الانسحاب بأنه تكتيكي سيكون خاصة بعد تغريدة زعيم التيار الصدري والتي بدأت من خلال رفع عدد من الخيم فهل التهديئة لها علاقة بتحول حديث السيد الصدر من حكومة صدرية قح إلى أغلبية وطنية وهل هي أغلبية فائزين أم أنها أغلبية تجمع الفائزين مع بعض الخاسرين بالمقابل تبقى كل التوقعات مطروحة خاصة منها التي تتحدث عن انسداد سياسي قادم على اسم رئيس الوزراء المقبل بعد الإعلان النهائي للنتائج والتي قد تعقد وتعقد المشهد أكثر فأين سنذهب هو هذا السؤال المهم وموضوع يصعب التوقع به خلال هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر